اشتركوا في القناة التدريبات المتنوعة بناء على البرنامج الموضوع للفريق بعد ذلك خاض اللاعبون فقرة فنية تحت قيادة البرتغالي جوزي جوميز وجهازه المعاود شهدت التركيز على بعض الجوانب الخططية لتنفيذها في المباراة المقبلة وفي ختام التدريب خاض اللاعبون تقسيمة فنية لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الفنية حريص مجلس الزمالك على التواجد في ميران الفريق وتواجد الكابتن حسين لبيب والدكتور حسام المندوه والكابتن أحمد سليمان وحريص أعضاء مجلس الإدارة على الإطمئنان على استعدادات الفريق خصص مجلس إدارة نادي الزمالك عدد 6400 تذكرة لجماهي نهضة بركان في المباراة المقرر لها الأحد القادم أعلنت قطاعات الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك برئاسة محمد حلمي عن عدم إجراء أي اختبارات خاصة بالناشئين أو البراعم في الفترة الحالية وأن البعض حاول الزج باسم نادي الزمالك في اختبارات ليست لها علاقة بالنادي وأضاف نادي الزمالك يهيب بالجميع بأن الإختبارات الخاصة بالناشئين والبراعم في حالة إقامتها سيتم الإعلان عنها عبر المنصات الرسمية للنادي وأكد الزمالك أنه سيكون هناك تحرك قانوني تجاه الذين قاموا خلال الأيام الحالية بالزج باسم الزمالك وشعاره في اختبارات ليست للنادي بها أي صلة سواء من قريب أو من بعيد غيابات الزمالك أمام نهضة بركان محمود علاء محمد أشرف رؤى لوجهة نظر فنية محمود عبد الرازق شيكابالا بسبب الإصابة في العضلة الأمامية مصطفى الزناري للإصابة في العضلة الخلفية محمود حمد الوينش ومحمد عبد الشافي إصابات طويلة بالرباط الصليبي عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف فارو جعفر لعدم القيد الإفريقي قائمة الزمالك لمواجهة نهضة بركان في حراسة المرمى محمد عواد محمد صبحي معاذ علاء الدين خط الدفاع عمر جابر حمز المسلوسي حسام عبد الميجيد ياسر حمد أحمد فتوح وفي خط الوسط نبيل عماد دونجة محمد شحاتة أحمد حمدي زياد كمال سيد عبد الله نمار ترفيس متيبة محمد عاطف مهاب ياسر إبراهيم انداي يوسف أوباما مصطفى شلبي وأحمد مصطفى زيزو وفي خط الهجوم سيف الدين الجزيري وناصر منسي وسامسون إكينولا يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنيدي الزمالك نظيره نهضة بركان في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأحد المقبل الموافق 11 مايو الجاري على أستاذ القاهرة الدولي في إياب نهائي الكنفدرالية الإفريقية خالد الغندور دخل على موقع تذكرتي أكثر من 4 مليون مشجع عاوزين يحجزوا وأنا معرفتش أجيب تذاكر الأهم إن اللي يروح يعرف إنه عنده مهمة صعبة زي ما اللعيبة عندها مهمة صعبة جوه الملعب فالجمهور له دور مهم جدا جدا ما نستعجلش اللعيبة ونعمل ضغط عليهم وواصل دور مجلس الإدارة تحفيز اللاعبين ماليا لكن مش عاجبني حاجة إن البعض حاطت في بطن بطي خصيفي وبيقول خلاص الزمالك بطل كاس الكنفدرالية الإفريقية وشدد يا جماعة الكلام ده غلط فريق نهضة بركان مش سهل زي ما الناس بتقول فريق قوي مخسرش ولا ماتش في الكنفدرالية مش معنى إنك جبت جول هناك يبقى خلاص خالد الغندور نهضة بركان ممكن يتحول لفريق قوي في أي وقت هم عندهم دوافع كبيرة زيك علشان يحققوا بطولة الكنفدرالية لأنهم خسروا الدور هناك وكأس العرش فبطولة الكنفدرالية أهم هدف لهم الموسم ده وأضاف أنت هنا في مصر ما قدرتش تكسب دريمز الغاني رغم إنك كسبتوا على أرضه ثلاثة وكذلك أرطة سولار حطتك في ورطة هنا وجاب فيه جول في الشوت الأول وقتم لازم الجمهور يدعم اللاعبين بشكل قوي وما يستعجلش على المكسب وفي نفس الوقت ما يهيصش مجرد من جيب جول أو اثنين ويفكر المدشي خلص بوركان ممكن يجيب جول في الديئة تسعين فلازم تشجع لحد آخر دقيقة التشكيل الأنسب من وجهة نظر خالد الغندور كالتالي محمد عواد أحمد فتوح حسام عبد المجيد حمزة المسلوسي عمر جابر نبيل عباد دونجا محمد شيحاتة إبراهيم منضاي أحمد حمدي أحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري محمد صلاح على الزمالك استقلال نقاط الضعف في دفاع وخط وسط نهضة بوركان والتسديد من خارج منطقة الجزاء سيكون أهم شيء للاعب الزمالك وأضاف فريق نهضة بوركان يجيد الهجمات المرتدة وسيلعب على ذلك في مباراة الإياب وعلى الزمالك أن يخض الفريق المغربي في بداية المباراة مستغلا حماس الجماهير محمد صلاح التشكيل الأمثل للزمالك في مباراة نهضة بوركان هو محمد عوات في حراسة المرمى وأمامه في الدفاع عمر جابر وحمز المسلوسي وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح أما في خط الوسط فيشارك نبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة وأحمد حمتي يوسف أوباما إن كان جاهزا وفي خط الهجوم زيزو ومصطفى شلبي والسيف الدين الجزيري وأتم محمد صلاح معجب محمد شحاتة وطلبته كثيرا أن يشارك مع الزمالك فهو يقدم مستوى رائع في الدفاع والهجوم والمنتخب الأولمبي جعله لا يخشى المباريات أحمد عيد عبد الملك هناك ثقة كبيرة في الفترة الأخيرة من جانب جامهين نادي الزمالك في اللاعبين خصوصا بعد التدعيمات والنتائج الجيدة مع جزي جميس في بطولة الدوري كما أن عودة الفريق للمنصات القرية في 2019 كان بالكونفدرالية ثم السوبر الإفريقي على حساب الترجي وفنيا الزمالك في المباراة السابقة لم يبدأ لقاء نهضة بوركان جيدا وتماسك بعد الهدف الثاني الذي ثكن شباكه وأضاف الزمالك صنع لنفسه أزمات في بداية المباراة الماضية لأنه تراجع بشكل كبير ولكن الفريق الأبيض قادر على تحقيق نتيجة جيدة على استاذ القاهرة رغم عودة بعض اللاعبين لصفوف نهضة بوركان وحتى لو قام المنافس بالدفاع بقوة لا بد أن يتحل اللاعبين بالصبر والهدوء والتركيز من أجل إحراز هدف حتى لو تأخر إلى الشوط الثاني والزمالك سبق وعاد للعديد من المباريات في الكنفدرالية منهم لقاء أرتاسولار الجبوتي في بداية البطولة أحمد عيد فريق نهضة بوركان متمرس في الكنفدرالية لكن مفاتيح لعب الزمالك كثيرة في اللقاء القادم وحتى الآن متوقع عدم مشاركة مصطفى شلبي بشكل أساسي في المباراة وأكمل لا يجب الاستعجال من البداية في الضغط على نهضة بوركان رغم أن الحماس متوقع من جانب اللاعبين كما أنه لا بد من تأمين خط الوسط بثلاثة لاعبين ومعين الشعباني كان يستغل سرعات يوسف الفحلي والكرة الثانية يجب أن يحصل عليها لاعب الزمالك في المباراة ونهضة بوركان رغم أنه مميز في الكرات الثابتة لكن لديه مشاكل في التمركز الدفاعي أيضا والزمالك تعامل جيدا مع الركلات الثابتة في اللقاء الأول والأهتف جاءت من ركلة جزاء وعرضية لم يحسن عواد التعامل معها وزاد حارس نهضة بوركان المغربي أيضا لم يتعامل بشاكل جيد في هدف الزمالك الذي ثجله الجزيري أيمن يونس عبر منصة اكس إلى كل لاعب الزمالك وجومز لا ولن نتذكر لكم أي أخطاء في المباراة الأولى سنتذكر فقط أنكم رفعتم الكأس وأسعدتم جماهير الزمالك وأصبحتم أبطال في كتاب في كتاب تاريخ الزمالك وأضاف نفق فيكم كلكم بدون استثناء اذلوا قصارة قطكم لا تبخلوا ننتظركم على منصة التتويج على أستاذ القاهرة وصل محمود عبد الرازق شيكبال قائد الفريق ومصطفى الزناري مدافع الأبيض خوض التدريبات التأهيلية لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات في أقرب وقت ممكن ناصر النني والد اللاعب محمد النني عبر فيسبوك ندرس كافة العروض المتاحة لنجلي سواء من الخليج أو من أوروبا بعد أسبوعين من الآن وسيتم الاستقرار بشكل نهائي على وجهة محمد النني القادمة وبشأن عودته إلى الدولي المصري الزمالك والأهلي أقوى أندية في إفراقيا ولهم تاريخ كبير لكن فكرة العودة إلى الدولي المصري سواء عن طريق الزمالك أو الأهلي ليست مطروحة في الوقت الحالي توجى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل الإماراتي بطلا لنسخة الموسم الحالي من بطولة كأس رئيس دولة الإمارات بعد الفوز على نظيره النصر وشهدت المباراة دعم من جماهين نادي الوصل للزمالك قبل مباراة نهائي الكمفدرالية أمام نهضة بركان المغربي حيث رفعت لافتة مكتوب عليها إفراقيا في أمان دقبضة الفرسان أنهى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المشكلة الخاصة بتوفير خدمات الأنترنت بأستاذ القاهرة الدولي وذلك في ضوء التنصيق مع الدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأكد وزير الشباب والرياضة على الجاهزية الكاملة لأستاذ القاهرة الدولي لاستضافة المبارتين المرتقبتين وذلك من حيث توافر البنية المعلوماتية والتكنولوجية وتوافر الإنترنت وكذلك كافة متطلبات إقابة المبارتين بشكل يليق ويعكي سورة الدولة المصرية وأشار أشرف صبحي إلى جاهزية كافة المنشآت الرياضية المصرية لاستقبال كافة المباريات والفاعليات والأحداث الدولية والقارية بفضل دعم وتوجهاء الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الرياضية بس كده هدي كل الأخبار اللي كانت معنا النهاردة عن ندي الزمالي خدمنا الفكركم كفيفة لألبك بدعمنا بلايك الفيديو سبسكرايب لقناة متشاكلين جدا على دعم وقومنا عندكم أي ملحوظة سيبوها لنا في التعليات سلام